وجاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزارتي الصناعة والمالية لوضع تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لمضاعفة الصادرات خلال الفترة القادمة والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنويا في عام 2030 وخلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية اكد ضرورة سرعة صرف مستحقات المصدرين حيث لا يتجاوز ذلك مدة ثلاثة اشهر وان يكون هناك التزام ايضا بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين مع امكانية ان تكون هناك مقاصة من الضرائب او اي مستحقات اخرى للحكومة وكذا الحصول على ارض جديدة هذا واعلن مدبولي الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات مع الاستعداد حاليا للاطلاق الرسمي لها